مسيكم بالخير بدي خبركم القصة من أولة لآخرة مرسال غاني منافق ومأجور مشين المال بيبيع ضميره ووجدانه وشرفه وكرامته وعرضه بيبيع كل شي بيتنازر عن كل شي ما عنده شي من الأخلاق والقيم والمبادئ عبارة عن براستيتوية بالشارع ما فور أما على المهم جيزبون هذا مرسال غاني من ملفه لتيمل عنكم بتعلقلوا نجم بتجيبوا رئيس جمهورية ها شغلة كنت اللبنانيين أنا بعتيك المعلومات وخدوها جميل السيد جميل السيد كل ملفه مليان بتعاملوا مع النظام الإرهابي بسوريا وبتعرفوه مثلوا مثل الياس الهريوي وإميل الحود بكل الأيام اللي كانوا فيها بمركز رئيسة الجمهورية هو نفسه مثلوا كيف هالوزراء نهبوا وصرقوا هالبلد هاكب هالشكل هيدا اللي ما أخد من المال العين بيض عملي العملي المين لولاد حافظ الأسد بشور ومهير رياض سليمي ما بيسترجي يقول هايدي البنوك اللي بيضة عملي رياض سليمي حرومة وبدون أخلاق ومنو كفوق لمركز حاكم البنك المركزي ورفيق الحريرة شيلوا محمد شطح وشيلوا باسل فليحين شيلوا فؤاد السنيورة أكاونتيند ما بيطلع أكتر من أكاونتين ما جاب إلا نصاب رايح وحرومي جاية وفات هوي على القبر وعا تحت القبر بكير هيدا رفيق الحريري وهالوزة كله جميل السيد ملفه عارفينه مليان 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 بكلش عمل كلش لإرضاء النظام الصوري واشترك بمحاولات قطل وضرب وكلش وزبح الناس وقتل الناس وعلى رأس الرفيق الحريري هيدا اللي اسمه شو؟ جميل السيد ولكن ولكن بقصة ملف رياض سلامة ومرسيل غانم صادق مية بالمية فات على الحبس جميل السيد عمل قصة سيدة النجاب النجاد فبركتا فبرك كلش اللي صالح واللي صرقوا لبنان كمان بعد هال اللي كانوا للنظام الإرهابي تبع بيات الأسد 18 سنة إجا ميشيل عان وبناته وأصهرته وفاتوا كلهم تحت الأمبريلا العباة طبع حزب الله أما جميل السيد صادق مية بالمية بملف مرسيل غانم ورياض سلامة هيدا بكين تسمع بيحكوا بالمال وبالفاكسين وبكذا يجو يحطوا هني المصرية شو هالجريمة إذا حطها عم نسمع مليارات بمليارات مثلا بقولولي عن سليمين توني فرنجية أنه بشرة الخليل قالت أنه اشترى يخط بإسم مرته بمليون وخمسمائة ألف دولار بثلاثة مليون وخمسمائة ألف دولار واحد وديلي هي من لبنان مش هيدا كله واضح وما حدا منه ما حدا ما حدا عن يفتح ملف واحد منه الشعب اللبناني كفه ليكم الشعب الفلسطيني كل نستعاملكم الوحيد اللي كان صودق تجاهكم هو الملك عبد الله بن الشريف حسين ملك الأردن وخيه الملك فيصل بالعراء وحفيده الملك حسين هدول كانوا صادقين مية بالمية معكم الفلسطيني كانوا شايفين أكتر منكم بكتير طلعوا معا عن الحق ولا تردوا عا حدي لما نبتقروا هالتقرير اللي عندي تاريخي دوكيمونتوري تاريخي يعني رح أكتب لكنا شوي بالإنجليزي عننا يمكن البعض ممكن المثقفين يمكن أوريين هالشي يمكن لا والبقى الفلسطينيين كل هنستعاملكم يومة يومة الرئيس السيدات طلب ممثل الفلسطينيين بالقاهرة قالوا يا ابنة العرب كل هنستعاملكم خواد هالرقم التليفون واتصل بنيورك بهالشخص وقال له إنه الرئيس السيدات عطوني هالرقم وروحوا يا عمي يبقى تردوا عا حدي جي هاد الخازن كل شي كتب شو نقضب نقضب نقض ضحك على العرب كلن 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 عرب النفط وضحك على القضية الفلسطينية والحقيقة هي اللي موجودة هو يقري الكتاب متل ما أنا قريته بس ما حكي عن الكتاب حكي مزايدات تينتفع كلهم مشين المال بيبيعوا ضمير ووجدين هذا كل الموضوع يا أخوات سبوا جميل السيد على ماضيه أدمرتكم ونقضوه وجيبوا عليه مشتريك مشتريك بكل شي بكل شهداء 14 أدور قبل ما يفوت على الحبس هو يمشتريك مين ميت قبل ما يفوت جميل السيد على الحبس هو يمشتريك بيقطله ولكن بيقصيت الحرامي والغير كفوق رياض سلامة والمنافق والمأجور مرسيل غونم مية بالمية معوحة والعالم الغربي بيعرف هيك طالما في ناس مثلي رأسا بيكتبوه بيودة هيدا كل الموضوع وليه بقى تردوا على حدي أهلا وسهلا فيكم كل شي بطلوب من كل واحد من كل واحد بيعمل نقض للزعيم اللي يفيد المأجورين والمنوفقين ما بيشتغلوا بيقدوم عيشات وواضين هاجموا ونقضوا وزوروا على الشخص وعا سمعتوا وعا كل شي بس ما تسبوه الموت بتسبوه الموت بدو يزيد ملفات عزعينكم هاي دي واضحة متل الشمس اللي تقولوا ما قلت لكم الأمن الأمريكي معو بإيدو كل شي الأسماء وبي كل شي ومين إنا وقاش بيعمله كي ببي فابركة ليه واحد ع طرنبة الميرزين وعلى الكراج ليه هو وليه ابنه بيقدر يعمل شي ور كده ممكن تكونوا كتير مهز بينهم قضا وحكوه على الإنسان قد ما بتكون وإذا نقسكن شي عن أي وحدة بلبنان ودولي تيودي لكم زيادة حسناته لا عن لا حسناته عن سيئاته تيودي لكم في ملفات كتير وقروا من اليوم العمكرة وليه كان ليه تسبوا الموت خاطر كونوا أهلا وسهلا فيكم رفيق مخلات حرامي ريح ومن الصوب جاية تيطروا على القبر بكير لأنك معت تسمى صرت معت برحيلة أكبر من المعرفة يعني وقت اللي بيحكولي عن دونالد ترامب قبل ما عمل رئيسه وقبل ما جاء على الانتخابات أنه أكبر مشكلة بتواجهنا معه المال المال بيعرفوه كتير مني أنه بيدعي أنه هو بيعرف كل شي وغيره ما بيعرف شي رفيق الحرير يوصل لها المرحلة بس لايكم كيف سأت دونالد ترامب وروح سمعته التاريخية أهلا وسهلا فيكم يا لطيف يا لطيف على المنوفين يا لطيف يا لطيف على المأجورين بدون ضمير بدون وجدان بدون شيء بدون أخلاق بدون شرف بدون قيم خطركم